كان تقريبا كابتن فاروج عفر لمسك ما كانش بيلعبني الفترة دي لكن بعد البطولة دي كابتن جوهر لما مسك عارف بقى امكانيات سامير كان مونكايس قوي وقدر ان هو يوظفني التوظيف الصح والحمد لله قدرت ان انا من خلال رجوع كابتن جوهر المنتخب خدنا بطولة افريقيا سنة 98 ولعبت كاس علامة كارات حسنت ان ربنا عوضت اه يعني برضو هو المدرب برضو يعني ليه نظرة وعارف امكانيات كل اللعيب هو بيختاره بالذات لعبت المنتخب لازم يستفيد من كل واحد فوقتن جوهر طورني جامد قوي مدربينة بعتز بيها وقدر ان هو يعني كمان خلانا احترف في اوروبا اصلا الحركة دي وانا سامير كان مونة دي فكرتني عارف كده لما بيبقى مثلا رونالدو متدايق وفي انتقادات فبعد الهدف يروح رايح للجماهير كده ويساكيته صلاح بعد فترة اللي هو لا ده اخر موسم واحد بعد الهدف ما كانش بيحتفل كان بيروح عند الجماهير ويفضل واقف ساكت كده وعشان كده فتكرت ده وقال لكم انت عايز تزمت حاجة معين هي الرسالة كانت بتوصل لحده معين وهي وصلت لكن هو ما كانش يعني برضو عارف امكانيات سامير كويس او كان ممكن يكون بيلعب حد اقل مني فنين وبدنين لكن هي واجت نظره لكن جي حد تاني اللي هو كابتن جوهري عارف امكانيات سامير كمونة كويس وقدر ان هو يحطني في الطريق الصح والحمد لله مش هيت بشكل كويس مع المنتخ تاريخ كبير